نيابة عن جلالة الملك المفدى حفظه الله حضر اسمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى مساء اليوم حفلة تنصيب فخمة رئيس جمهورية الصرفي الجديد أليكزاندر فوتوفيتش وذلك بقصر الجمهورية في بلغراد وفي بداية الحفلة صافح اسمو الشيخ عبدالله بن حمد فخمة الرئيس أليكزاندر فوتوفيتش حيث نقل سموه له تهنئة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله بمناسبة تسلمه مهامه رئيسا لجمهورية الصربيا وتمنيات جلالته لصربيا وشعبها المزيد من التقدم والزهارة كما هنأه سموه بهذه المناسبة متمنيا له التوفيق والسداد من جانبه حمل الرئيس الصربي اسمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وتمنياته لمملكة البحرين وشعبها مزيدا من التقدم والرقي معربا فخمته عن شكره وتقديره لتلبية الدعوة وللمشاعر الطيبة التي عبر عنها جلالة الملك المفدى وسموه الممثل الشخصي لجلالته بعدها شارك سموه الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى في الصورة التذكارية مع فخمة رئيس جمهورية الصربيا الجديد ثم توجه سموه إلى قاعة الصربيا بالقصر حيث ألقى الرئيس الصربيا الجديد كلمة بالمناسبة بعد ذلك شهد سموه والحضور فقرات للعروض الثقافية والأناشيد التي قدمتها مجموعة من طلبة المدارس ضمن الاحتفال بتنصيب الرئيس الجديد كما قام سموه بجولة يرفقه فخامة الرئيس الصربي في القصر الذي ضم مجموعة من اللوحات التاريخية والتراثية والحديثة التي تمثل تاريخ الصربيا الماضي والحديث وقد شارك في حفل تنصيب رئيس الصربيا الجديد عدد من رؤساء وممثلية الدول وكبار الشخصيات وعدد من المدعوين وكان سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى قد وصل مساء اليوم إلى العاصمة بلغراد في زيارة رسمية لجمهورية الصربيا ممثلا عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله لحضور حفل تنصيب فخامة الرئيس الصربي الجديد أليكساندر بوتوفيتش ولدى وصول سموه كان في الاستقبال معالي السيد رسيم لايليتش نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والسياحة والاتصال بجمهورية صربيا وعدد من كبار المسؤولين الصربيين وجرت لسمو الشيخ عبدالله بن حمد مراسم استقبال رسمية حيث الصفة حرس الشرف لتحيته ثم صافح سموه كبار المستقبلين ويرافق سموه خلال زيارته لصربيا وفد رسمي يضم عددا من المسؤولين والوفد الاعلامي المرافق لسموه